حالتنا النهاردة ونتكلم فيها على حيات جميلة جدا جدا نقولها قبل كده بس احنا هنقولها النهاردة بشكل جديد ونذكر بيها ونشوف المعاني الخفية عارفين المعاني الخفية كده الوراء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني كرمنا وإياكم ويرزق قلوبنا الفهم والعمل لان هم حاجة الفهم والإخلاص والعمل دول ثلاث حاجات كده يعني ايه بتتخذ بكتج واحدة منفعش نفس الحاجة عن التاني خلان نبتدي ونقول كده حاجتين اتنين هقول ذكرين وعلى مدر الحلقة بقى انتوا عمليين تقوله طبعا هو بالنهار وبالليل يعني الناس يقولك لا نقول بالنهار بس مين قال ما بالنهار وبالليل خلان نبتدي كده الله وأكبر الله وأكبر الله وأكبر لا إله إلا الله الله وأكبر الله وأكبر ولله الحمد أنا عايز أقول لكم عيالين ما بيسمعون العجة يا جمع والذكر التاني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك ده للحجيج ولا ده اللي مش للحجيج نقول الكلام ده النهار ده ونشوف هو مراد ربنا من إيه في العشر تيام دول كي أنا أقول لكم على عشر حاجات عشر حاجات وهدايا وبشريات الله سبحانه وتعالى عطهنا في الأيام دي والله يعني الواحد بداية يعني في الأول كده وفي الآخر نحمد الله سبحانه وتعالى المنان نمنى علينا وبلغنا العشرة دول ده كده فيارب لك الحمل ليه؟ عشان العشرة دول جمال أوشي والعشرة دول كافلين بصهم ده أنا هقول لكم النهار ده حاجات تحف جدا أنا شكده عايزة ورقة وقلم يتسجلوا يتسجلوا يا إما تعيدوا المقطع ده تاني يوم بتعاد تاني يوم الصبح يتعيدوا تاني دلوقتي ما فيش مشاكل المهم يتحفظ عندك وتفضل العشر حاجات احنا حرسين عليهم في العشرة ايام انتي وأولادك عشر هدايا عشر بشريات أول بشرة هدية من الله سبحانه وتعالى لك أول حاجة الهدية احنا في شهر حرم صح ولا لا؟ منها الأشهر الحرم والعمل الصالح فيه في الشهر الحرم مضاعف إن عدة شهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذا حرم ذلك الدين القيم فلا ها هو بقى دا هو اللي احنا عايزينه فلا تظلموا فيهن ايه انفسك اوعوا وهنقول النهاردة ظلم النفس دا يعني ايه أشهر الحرم قالك تلاتة سرد واحد فرد تلاتة سرد اللي هم وارا بعديهم ذو القاعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ورجب مدر مش رجب ربيع يعني الأشهر والحرم لله سبحانه وتعالى له أربعين دا الله 12 شهر فيهم أربعة حرم ربنا كتابهم فلا تظلموا هو دا المعنى بقى اللي احنا عايزينه مش احنا بقى عشان في الأيام لا انت كمان في شهر الحرم خلي بالك اشهر دا والشهر جايو شهر معرم اتعاد 13 رافع راية ومن يعظم شعائر الله نعلمها لنفسنا والأولادنا الله جعلها موقيت للعبادة الأشهر والحرم دي قناها عن المعاصي فيها معنى كده المعاصية في الشهر التانية لا طبعا المعاصية في الشهر التانية مش مباحة ولكن المعاصية في الأشهر والحرم مضاعفة السيئات فيها وتاخد عليها سيئات أكتر والعمل الصالح فيها معظم والأجور فيها مضاعفة فميزة الشهر الحرام ان الحسنات فيها مضاعفة قال الحسن رحمه الله ان الله تتحسن بشهر حرام صح اهو محر وبعدين اختتماها بشهر حرام بص في اللي بينهم ان شاء الله يغفر لها يا رب بيهم قولوا امين يبقى العمل الصالح فيها ايه اجر مضاعف وكمان المعصية فيها ايه حسابها مضاعف فلا تظلمه فيهن تعرفين ظلم النفس يعني ايه ظلم نفسك من انت ترك الحسنات المهولة اللي احنا نقول عليها النهاردة حاجات تدخلك جنة مش تدخلك جنة حاجات تضمنك بس كتب معايا كتب معايا ورا وقلم حاجات تضمنك اصلا ان انت خلاص ببقيتش من اهل الشقاء معقول يعني انا عبقى مش من الاشقياه وابقى من السعادة ايوة لو عملتوا اللي احنا بنقول النهاردة عشر لدي يبقى الشهر الحرم ايه فلا تظلمه فيهن وظلم النفس انك انت تترك الحسنات وتعمل المحرمات في الزمن الفاضل ده الزمن الفاضل ربنا فضلوا انك تترك الحسنات وتعمل السيئات تبقى دي اول هدية وبشرة من الله طيب تاني بشرة بقى من الله العسنات مضاعفة زي ما قولنا تاني هدية وبشرة من ربنا لينا ايه فرصة بصوا اتقرف فيها الحبيبي الله عز وجل بعمل اللي ربنا يحبه فالله سبحانه وتعالى اخبارنا على لسانة نبيه صلى الله عليه وسلم ربنا بيحب العمل الصالح في الأيام دي ففرصة من تعرفتها حبيبك بيحب أنك تعمل كذا وكذا هنقولهم برد فعملها ففرصة أنك تعمل اللي يقربك من المولى سبحانه أنك تعمل إيه العمل الصالح هو قال إيه الدليل ما من أيام العمل الصالح فيها فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وقل يا رسول الله ولا الجهد في سبيل الله قال ولا الجهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ما رجعش لا بنفسه ولا بمال خلاص فأنا ما أعرف أن الله سبحانه وتعالى بيحب ده أنا أعمله مش أنا أعايز أحب ربنا فنعمل اللي بيحب ربنا بديه تاني هدية تالت هدية وفرصة لنا وسهلة وبسيطة جدا للنجاه من الشقاء في الدنيا وفي الآخرة عارفين تنجوا من الشقاء يعني إيه يعني ما فيش دنك ما فيش كدر عايش يعني في معي حتى لو عندك ابتلاق أنا في معي وفي أونس وفي رضم راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى ما فيش شقاء في الآخرة يعني فلت من النار يعني نجيت من النار الآية بتقول إيه فأنظرتكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقاء فأنا مش هبقى منهم إن شاء الله قولوا أمين وإحنا وإياكم كل السمعين قولوا أمين اللي هو من الذي كذبه وتولى أستجنبها الأطقاء الذي يقوته مالا وتذكبها وبقية الآيات يبقى الدليل إننا كده إيه الدليل أيام مباركات وربنا يبعد عني الشقاء يبعد عني الشقاء رابع دي يا بوشة من الله سبحانه وتعالى إنك تكون من أصحاب الأسهم يعني إيه من أصحاب الأسهم من أصحاب الأملاك مش أي سهم عندك سهم في الإسلام تعالى ما عدد لكم ممكن تاخدوا كم سهم في العشر تيام دول أنا عايز أقولكم يوم النحر ويوم القرر محسوبين معاني يوم النحر كمان لهو أول يوم بتاعهم يبقى دال عشر ويوم القرر كمان المحسوبíllني طيب إيه الأسهم친 حديث أبو حزيفة حزيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام تمانية أسهم سهم الإسلام طب أشهدوا الله للمحمد رسول الله خالتوقوا الورايا أشهدوا الله واشهدوا أنا محمد رسول الله أدي سهمي الإسلام السلام بتصالوا قال صل ينا طب الحمد لله الزكاة طلعنا زكاة طلعنا زكاة حج البكت والله مش أذين مكتصرين على المدينة طب تمام سهم الصيام والله هنصوم الناس بقت تتلقى يعني معلوماتها من الميديا عارفين بتلقوا الدين والأصل الشرعي من الميديا عادة مصيبة والله ينفع نصومه هنقول ايه ايه الكلام ده وهو سنة ولا فرده ولينفع نعمل قضاء معه ولا لا نقول الكلام ده عشان النساء أولى بمعرفة الأمر ده ما تبقي امرأة مسلمة وزوجة واما تربي عيالك على ايه لما تعرف انت الصح طب تمام الصيام سهب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله رزقنا الله وإياكم سهب وقد خاب حديث النبي ما لا سهب له شوف تمن حاجات ولا واحدة فيهم ليك يا عم ادي احنا عملنا ماشي قد اسلام ودي الصلاة ودي الصيام ودي الحج ماشي اللي في بيته ودي كده امر بمعروف نهي عن المنكر ودي الجهاد في سبيل كل ده ولا سهب ولا سهب فيهم لا ان شاء الله كلهم مناخدهم قولوا امين خامس سادية ليك في العشرة دول من العشر هدايا انك تكون في ضمان الله معقول او حديث جميل جدا جدا تلاتة في ضمان الله رجل خرج خرج الى مسجد من مساجد الله خلاص انا راح المسجد حلو جميل عجل مش نروح الحج نروح المسجد ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجيا طبعنا بشانعيك طبعنا عندك المسجد بصوا الدين مساحي للدنيا خالص وتحس ان تعاليم الاسلام بسيطة وسهل جدا انك تكون من اصحاب الجنة لو انت فاطنت للحاجات دي سادس بشرة اللي ربنا مش كاتب لهم الحج حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته الى صلاة مكتوبة احفظوا الحديث ده جميل رايح لصلاة دورة ازن رايح العصر ازن رايح فاجره كاجر الحاج المحر طب اللي خرج لتسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه اللي رايح صلى الضحى فاجره كاجر المعتمد احاديث بصوا تكتب بمية الدهب كده سهلة وبسيطة واخد سواب حج يا نهر وعمرة سابع هدية وبشرة انك يعني تبشر مش بس بشرة دي بقى اعزم بشرة على فكرة في حياتك ونجاتك فرحتك وراحت بالك هي ايه البشرة اللي كلنا نفسنا فيها كلنا نفسنا ويبقى لنا نصيب فيها الحديث الجميل المبشر المفرح للقلوب ما اهل مهل قط اللي بيقول لا اله الا الله ولا كبر مكبر قط بيقول الله اكبر الله الا بشرة بالجنة قالوا بشرة قالوا بما يا رسول الله قال بالجنة بشرة بالجنة يعني بس مجرد ان انا اقول الله اكبر الله اكبر الله تمن بشرة اللي يحصل لك لو لبيت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دي ما قلت الحجاج طب إحنا ينفع نستشعرها بس بقلبك ما نقول عارفين التلبية يعني حاضر حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لب من عن يمينه وشمال كل حجر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا حديث صحيح طب يلا لبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك عارفين يعني إيه حاضر يا رب سمعا وطاعا يا رب يعني اللي تؤمرنا به يا رب هو كده يعني القلب كله مليان قلب كله لله سبحانه وتعالى بحب الله سبحانه وتعالى وطاعت ربنا سبحانه وتعالى تسع هدية لك إنك تعمل بقلب زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الصالحات اللي هي إيه أدي صلاة ودي صيام ودي صدقة ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا حديث صححه الألبان تاني واجب لكم تخريج الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قناة ياسوم الحديث ذات روعا بعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان ياسوم تسع زلحج ويوم عاش وراء وتلات أيام من كل شهر أول اتنين من الشهر والخميسين قال الألباني إسناده صحيح الرد بقى على الشبهة دي قل لك لهم السنة عن النبي طب ما تسموش كأنه سن تسموه كأنه عمل صالح يعني هجيبك يمين هجيبك شمال إيه يعني ما من أيام العمل الصالح فيها يعني أحب إلى الله منها فأكسره في نم تكبير والتحميد والتهليل يعني أنا مش فاهمة الناس اللي عملة تقولك لا نسمو الشمال النبي يا ست الحديث معينه صححه لأنا جايب لكم نص الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحية وعايزة أجيب لكم كمان نص الكلام اللي أنا كردها بالزبط ليه ليه عشان بس نبقى إيه الكلام اللي كان منتشر الأيام دي على الميديا ويقولك لا 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 ما فيش ما فيش الكلام ده ده الحاجات دي مش موجودة خلينا أجيبها لكم كده آه أهو نص الحديث في صحيح أبي داود للشيخ الألباني وقال نص كده الحديث إسناده صحيح هو كده الرد بقى على شبهة إيه صيام تسعة من زلحج يقولك لا ما فيش صيام لتسعة ليه يا سيد طب ينويه عمل صالح يقولك يا سامستون الحديث ضعيف طب ما يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضاء الأعمال يا إيه المشكلة يقولك لا كمان حد نشر الكلام دا هجيب لكم نص الكلام اللي منشور لا يجوز تأخير صيام الأيام الفائطة من رمضان إلى زلحجة معقول دا اللي بيقولوه ولا يجوز الجمع بين صيام القضاء مع العشر الأوائل من زلحجة الرد الكلام دا غير دقيق بصوا الرد مسؤول لجنة الفتوى يجوز تأخير الفائطة من رمضان إلى ما بعد رمضان لأنه واجب موسع ينفع أننا أخره مثلا قالك سيدة عائشة عندنا الحديث بتاع السيدة عائشة كان خلوني بس أشرح أفو هنا ثانية بس خلوني أشرح الجزئية دي كان السيدة عائشة بتقضي ماء عليها من رمضان في شعبان فده واجب موسع موسع يعني مش ديق وإن آخر وإن آخر الأيام إلى ما بعد رمضان بعذر فلا حرش أيضا يبقى دا ما فوش حرش ما جيش واحد يقولك لما ينفعش دا كلام دا نضيق عن ناس ليه ويجوز الجمع بين القضاء مع العشر عند الشافعية يعني ينفع العشر الصيام لنويهم سنة ونفل الشافعية الواحدين يقولون ينفع بقيت جمهور العلماء قالك لا طب أنا مش هنويهم نفل أنا هنويهم قضاء تمام أنت مش هتنويهم نفل إنها نفل وعمل صالح إنوهم قضاء اللي عليك تمام حلو جدا جدا يعني 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 ليه نضيق على الناس اللي عايز ياخد بدا مش هل عايز ياخدها بس ما قولش رايو هقول هو كده ولا ما عملت لا غلط لا 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 من الصح ما حبش كده عند الشافعية خلافة للجمهور الذي منعوا التشريك بين الفرد والنفل في النيه والله أعلم دا نص الفتو يبقى ما نجيش بقى نقول لا أسلم دا الناس لهم ايدولوجية معرفش متصنفين ايه سلفين ومتصنفين اخوان لا 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 ما تاخدوش حاجة من الميديا كأنه خدوا العلم من أصل العلم من الدي مش عايز تنوا ومشكك في حديث الالباني ومع إنه قال صحيحة هو وجيبوا في السلسلة الصحية وقرقت لكم الحديث مش عايز تنوا ما تصومش كأنهم صنوا كأنهم عمل صالح يبقوا تضيعوا احنا محتاجين الحسنات انت انت بحالك انت اللي محتاج حسنا ما بالك يوم حرور ليوم النشور لو هنو نفر ما بالك أقدم اللي علي فيه اهو تمام والله يراني صائمة قال لا 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 انتوا جايين تشكوكوا كمان في السيوم يا معرفة عايزة نزيفة والله عايزين عايزين الناس روحوا فين اكتر من البلو اللي هم فيها دلوقت يعني الامة راحة فين يعني خلاص بقى اينا احنا بنشرح الدين وبنشرح الاسلام للمسلمين من اول وجديد صعوبة اكتر منك انت لو واحد لسه دخل الاسلام تقول لي يقولك مؤمن باللي انت بتقوله اما ده انت بتضرر له بقى وتقعد تعمله ومش عارف ايه كلام يعني عاشر هدية عاشر هدية شوف اللي هيعود عليك لما نعود نكبر النبي عسلام قال اكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد اه ثلاث حاجات تحفة جدا التكبير الزكر اللي وصنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه حديث عبد الله ابن عمر ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فين من هذه الايام فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد عبادة التكبير الله اكبر ها هاش حاسين بحاجة تاني تاني الله اكبر القلب مش مش حاس بحاجة هو علامة صحة القلب ايه بينبض غلط يقولك ده القلب ده انسان حي قلبه بينبض مش عارفة 70 دقاء ولا 170 مش عارفة كام والله نسيد بينبض هو حي غلط العين صحتها بتشوف والأذن صحتها بتسمع القلب مش انه ينبض ابدا انه حي اما قوله لا اله الى الله يوجل الذين اذا ذكر الله وجل قلوبه لما اجا قولك الله اكبر الله واكبر الله واكبر قال بك يوجل ومش التكبير والاكثر من التكبير وان انا اجهر به من الشعائر اصلا انك تجهر بالتكبير فما تتضرروش كانوا بيمروا في الاسواق عشان يكبر بس تكبيرات التسع الله واكبر قمشوا قولوا قولوا كده واحيوا سنة التكبير والجهر بيها من الشعائر ديت من الشعائر ادعو الله سبحانه وتعالى يمكننا وإياكم منها يا رب خلينا اقول لكم الكلام اللي انا كده باش مش حايزة اسيب لكم حاجة صراحة اكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل فبنقول من الشعائر ان انا كبر تمام وبعدين واجهر بالتكبير وامشي واقول وعلي صوتي بيه طب ما دي الحاجات اللي بيقولها الحجاج اه واللي بيقولها اللي بيقول الحجاج لبيك الله طب وإحنا انت كبر وقلتلكوا سنة مهجورة في الزمن ده ان انا علي صوت ولا كتكسف لما تتكسفش لما تتكسفش قولوا احيي السنة في العشرة دي قليل اللي بيعمل كده على فكرة والناس لها محروجة لما تتحرجوش كبروا وحيوا السنة دي سواب احياء السنة عند فساد الأمة بأجر شوفوا قد ايه من احيى سنتي عند فساد أمتي فلو اجر شهيد احياء السنة مهجور الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله يعني ايه الله اكبر هلنشرح دلوقت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله قولوا كده قولوا بقلوبك ما تقولوش بلسانك انتوا سمعيني دلوقتي وأنا بقولوا بلسانك الله أكبر ولله الحمد عارفين يعني إيه الله أكبر حاجة رائبة صراعا حاجة رائبة جدا يعني إيه الله أكبر كان بعض التفسير عن الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة النص يعني فيه ناس كانوا بيزودوا ده الله أكبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصير فيه ناس كانوا بيقولوا كده أيه كمان تكبير نوعان يا جماعة تكبير المطلق اللي بيبتدي من أول زل حجة لحد غروب الشمس من الحد اليوم الثلاثاشر لغروب الشمس اليوم الثلاثاشر والتكبير المقيد اللي ورى كل صلاة بعد السلام عليكم السلام عليكم أكبر ويبتدي التكبير لغير الناس لغير الحجاج من فجر يوم عرفة ده المقيد من فجر يوم عرفة لحد صلاة العصر بقى الآخر يوم من أيام التشريق بعد المغرب مأزن خلص خلصت أيام التشريق حال القلب فين بقى طب ده حال اللسان ذكر وكثرة الذكر شكار حمد لله ذكر لله واسكر الله في أيام المعدوات كل الآيات بتاعة الحج في الفترة دي واسكروا إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أبقاكم أشد ذكره كل الآيات ذكر وتوصية بالذكر والنبي حدد لنا نقول إيه أسهل عبادة عبادة الزكر وسيط رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثره في الأيام دي فيهن هو حدد لنا التحميد والتهليل والتكبير طب الله أكبر معناها إيه وعلاقتها إيه بالتعظيم الله أكبر فيها تعظيم لله فيها تعظيم يعني إنك تشوف كل حاجة صغيرة غير الله أصغر هو كل حاجة صغيرة في جنب الله وأعظم مقصود في القلب هو الله أحفظوا الكلام ده ومرروه على قلوبكم الله أكبر من كل الهموم الله أكبر من كل المتعلقات الله أكبر من الزحم والمشاكل بتاعت الدنيا وأكبر من الدنيا والانشغلات والشغل ومشاغله والديون وحجمها واللي مش عارفة إيه والعيال ومشاكله من الدنيا كلها الله أكبر الله أكبر إحنا بنقولها الله أكبر شو بنقولها في الصلاة كم مرة الله أكبر بسلم نفسي وقلبي لله سبحانه وتعالى بسلم نفسي الله وبعترف بقلبي ولساني إن الله أكبر من كل عائق يعقني للمسير لربنا وانا اروح لربنا خايف من الرزق فالله اكبر من هو الرزاق زي القوى المتين خايف مش عارفة ان عيالك ما يبقوش كويسين ولا صالحين الله اكبر عليهم الله هو اللي يهديهم واكبر من كل عائق يعق هدايتهم قولوا كده خايف من الناس يمنع عنك الخير الله هو اكبر من ذلك هو المنان الملك المليك المقتدر اعرض همومك على الله سبحانه وتعالى الله اكبر واعظم منه ده معنى التكبير لازم نستشعره ماقولش كده انا بقوله هو بحي السنوة هو اكبر ماعلي صوته اه لا 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 خلي التكبير باللسان جاه وبالقلب ايه يقين الله اكبر من اي حد يحبس عني رزق الله اكبر من ان يقع علي شيء في ملكوت ربنا ربنا ما قدروش والله لو اجتمعت الامة كلها على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء كتباه الله لك فلن يضروك وما يكفيش قول اللسان ابدا انا النهاردة عايزك وطلعين من الحلقة القلب معتقد بمعنى كلمة الله اخرج من قلبي كل ما يسبب لي الاعتقاد الخاطئ ان في حد اكبر من ربنا وكلمي نفسك وسألي نفسك السؤال ده الله اكبر انت بتشوفي حد يعرف يعني ايه كل حد اي حاجة في الكون اصغر الله اكبر منها وهو اعظم مقصود في القلب الله اكبر من كل الهموم والمتعلقات والزحام اللي في قلوبنا الله اكبر من الدنيا والانشغالات تاني حاجة في معنى الله اكبر سألي نفسك استغفر الله استغفر الله هو استغفر الله هل الله الله عز وجل غير قادر على حل اي مشكلة استغفر الله طبعا لا الله قادر فهو اكبر كبيرة فالله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر والله الحمد يعني ايه موطنة اللسان والكلام اللي بيطلع مع يقين القلب ده ذكر الله اكبر مش عملين يقول كده الله اكبر الله اكبر عدوا على جمب. ونخلي القلب يوقن شوية. طب فين المكان اللي جمع فيه اللي أنا قلته دا كله؟ ويبقى جمع لسانه وقلبه وكذا. عارفين فين؟ في الصلاة. بتدرب نفسي على معنى الله أكبر. تعالوا بقى أقول لكم هديت حلقتنا النهار ده قبل الوقت ما يخلص. وأقول لكم على حد على موضوع الصلاة. قلبي ذاكر طب تمام. ولساني هو بيقول. طب صلاتي. المفروض أنها تعلمني وتدربني. طب ليه صلاتنا مش كده؟ ليه مش بنخشع في الصلاة؟. احنا جاوبنا كتير جدا عن مضوع خشوع الصلاة ده. بس ركزوا معايا في المعنى الجميلة اللي جاي في القام المباركة دي. ليه بنسرح وانتوها؟ ونرجع نفتكر بقى قول نخشع تاني وكذا. معنى جميل جدا جدا. احفظوا معايا الثلاث حاجات دول. لو قدرنا عليهم وفهمناهم. هتطلع من صلاتك مية من مية. واخد كده مية من مية. والصلاة تبقى نور عليك وتقول لك حافزك الله كما حافزتني. يا رب جعلنا منهم يا رب. يا رب تجعل الصلاة كاملة اللهم أمين. قولوا أمين. تلت حاجات. الالتهاء والتعلق. وتلت حاجة ايه؟ صلاتة مودع. دي التلت مفاتيح. ايه الكلام ده؟ تعال. نبتدي بالصلاة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم قال. بتقبل على الصلاة. قال كده. صلوا صلاة مودع. مش نقولها كده في المساجن. عندنا في مصر نيجبون جايبنا. يا الله. صلي صلاة مودع. حاضر. يعني ايه صلاة مودع؟ يعني كأنك دي آخر حاجة لك. هتموت بعدها. ايه ده معقول؟ ده أنا ترعب. اه ماشي. ده المطلوب إثباته. طب بتترعب قلبك. الهان ده حاجة قلبك يحس. أقول لكم امتى الواحد حس. واستشعر فعلا ان خلاص ده النهاية ممكن فعلا. خلاص دي آخر حاجة لك في الدنيا. فاعمل كل التعاط. كان فيه زلزال من سنتين هنا. والحكومة والبلدية بلغت الكل ينزل من البيوت. وقالوا على كل منطقة. قالوا على كل منطقة. يروحوا المكان اللي فيه. يعني مثلا بايلة جدوسة. مش عارفة يروحوا فين. مش عارفة بشاك. هيروحوا فين. كل منطقة. تمام. كانوا بشرين هما. وقالوا كل مكان. انزلوا في المكان الفلاني. يعودوا فيه في الأماكن المفتوحة. ما تعودوش باحد نزل بايه. واخد الشنطة. فيها البسبور والكملج بتاعه. وكشفات وبتاعه. وبلح تمر يالله بقى قولنا بقى المجاعة بقى ونطلع على الكهف وهكذا. والمصحف بتاعك. والسبحة. صدت كل حاجة. خدنا بس خمار زيادة. كل بنت خدت خمار زيادة. بس ده اللي معاك. وقعدنا بقى. وبعدين ننقل المباني الطويلة اللي دي عشان نبعد عنه. عشان لو وعدتوا بقى وعدين. حاجة كده. وعدين. يا جماعة لما خلص صورة البكرة يخلص كلهم خلص صورة البكرة. كنا مجموعة بقى كده عارفين. سبحان الله يعني قاعدين. طب يا جماعة خلصوا الزياد. طب يلا نقرأ. خلص جزء 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 جزء. طب نلحق نختم. سبع ساعات. أنا فاكرا ان دول كانوا سبع ساعات. الواحد فيهم كان عايش. خلاص. دي النهاية. بجد. يعني ده كان الاحساس. كان طبعا جات علينا لحظات قبل كده. أكيد. وكان على كل إنسان له حظات قبل كده. عايز دي. يعني وقت معي. وأنس مع ربنا يعني. ده الله سبحانه وتعالى. يمن علينا. أوقاتنا كلها تكون كده. أقوله أمين. لكن هو. هو ده. مودع. تعرف انت بتصلي. تبقى صلاة مودع. مفيش حاجة لك بعديها. مش هتسرح بقى. هو أنا حطيت المفاتيح فين. هو إيه اللي على البتجاز. هو كان زوجي. أما زوجي بقى. أما يجي السؤال لي كده. فلناه يرد عليه بقى. وبصه. وحوري له مقامه. والعيال. وهطلع. مفيش ملهات. قطع الملهات. لا هي تنقلبهم. أزمة الالتهاء. اتكلمنا عليها قبل كده. نص الله العفو والعافية. قوله أمين. يبقى أقطع كل وسائل الالتهاء. أن قطع في قلبي أي. ما فيه. ما ليش عابل الناس. بس. وعملوا بالعمل. مش متصدم مع حد مصالات مودع بقى. الله أكبر من كل حاجة. وقطع في قلب كل العلائق. وكل الملتهيات. وكل الملهيات عليه. بتفرغ لله. وتعطي الله قدر المستطاع. ليه. عشان بس تنفوز بسواب أعظم أيام الدنيا. ولو عملت كده. خلاص. انت كده. خلاص. ربنا راد عنك. أبدا يمنع عنك الشقاء. لا تشقى. لعل تصيبك منها. إنها لربكم فيهم دهريكم. فتعرضوا. لا. لعل تصيبوا منكم منها. نفحة. لا تشقوا بعدها. نص الحديث. لا تشقوا بعدها. ودي كده دية رقم ثلاثة. قطع العلائق. بالخلق كلهم. مش كلما تحصل لك مشكلة. تجري على أفلانة. وتجري على علانة. وتجري معرفش على إيه. لا لا لا. تقول لك. ده هتحللي المهم. مش هتحللك حاجة والله العظيم. ولا حد في الكون يؤيده. إنه هو يحل ويربط الله ربنا سبحانه وتعالى. هو هو اللي بيده كل شيء. نسرع لربنا. بالبدن. وبالجوارح. مع القلب. ليه؟ لأنه هو الملك. القلب الملك. والجوارح هي. لإيه؟ الجنود بتاعه تطلع. فلا القلب يكون ده. فخلي شعرنا إيه؟ الله أكبر. يجتمع اللسان ذكر مع القلب بالوعي. ويقين. ويمتلق القلب إيمان. ويسير القلب إلى الله. ده يقفز إلى الله. خلاص. قلبه محب لله. البدن للقلب الأذن تسمع. علشان إيه؟ عشان القلب يمتلق نور. والعين ترى عشان القلب يمتلق نور. واللسان يتكلم عشان القلب يمتلق نور. فأنا ما بذكر أو بقول أو بطيع أو بعمل عمل صالح عشان القلب يمتلق نور. فاللهم اعطنا نورا نقوله أمين. آخر حاجة وسيكوا بيها. عايزين بجد بجد. ما احنا بنقول بقى التجبير هو التهليل لا إله إلا الله. مع الله المنفرد بالوحدانية. سبحانه. لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه. لا إله إلا الأولانية. لا الحارسة ولا التانية لا الكنسة. وشرحنا الكلام ده. أرجع للحلقات قبل كده. تحميد. لك الحمد. أنا عايزكم تشكري ربنا. طبعا كل واحد عنده. عنده ألاف وملايين من النعم اللي يشكر عليه. نحمد ربنا النهارده. حاجة نجتمع فيها كلنا. شكر الله المنان اللي إيه؟ اللي من علينا. وأحيانا عشان نبلغ العشر من ذي الحجة. يبقى حق شكر الله المنان. اللي من علينا من غير حول مننا ولا قوة. عمل القلب إن أنا أكبر وأعظم الله. شكر الله سبحانه. ونحمده ونشكره. وإن إحنا بإيه؟ إن إحنا نري من أنفسنا خيرا. وعملا. وقلبا جديدا في هذه الأيام. اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى. لي ولكم بصلاح الحال. أدعو الله سبحانه وتعالى. لي يا رب والأمة محمد وللسامعين يا رب. يمن علينا بالتوبة والمغفرة والعطق والفوز بالجنة والفردوس الأعلى ومعية الله عز وجل والأنس برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقولوا أمين. إحنا وأولادنا والمؤمنين أجمعين. اللهم أمين.